اشتركوا في القناة بسم الله على بركتي لا أول حاجة غدا نحتاجه هو اللوز اللي كان كنو قشرنا وخلينا هنشف 24 ساعة وكان طحنو زوج ديال المرات أنا طحنتو بدون سكر وهنا عندي اللوز محمر مقشر محمر غيف الفران يعني ما كان حمروش بزاف كشي شوية حتى كيولي اللون دياله دحابي هنكتب لكم إن شاء الله المقادر بالتفاصيل في صندوق الوصف وهنا عندي عجينة ديال اللوز نقدر نقولو زبدة اللوز يعني اللوز كننحمروه وكنطحنوهم زيان حتى كيطلق هذك الزيت دياله هنا عندي زبيب اللي طحنتو مع الماء الزهر كيف ما قلت لكم هنخلي لكم المقادر في صندوق الوصف لأن المقادر مطبوطة وهنا عندي مسكة حرة دقيتها مع شوية ديال الملح طفي كتكون هذي هي المكونات ديال العقدة ديالي أنا كان بغيها شوية حرشة ولبغيتو هنتو ما تقليدية العادية وكتستعملو غي اللوز اللي كيكون مقشر ومطحون مع السكر ولا العسل إلا بغيتو تضيفو الزبدة كذلك ممكن نضيفو الزبدة لبغيتو تضيفو ماء الزهر ممكن كنعجنوها مديان ومبعد غدا نكورو كويرات الحجم اللي اختاريت أنا هو عشرة ديالجرام بش ديني صغيرة شوية مدينيش كبيرة بزاف من بعد ما كملت الكمياء ديالي كلها غندوزو دبا باش نحضرو الحشوة التانية ديال القنينطات ديال الكوكاو هنا عندي كمياء ديال الكوكاو خليته حرش يعني محمر في الفرن وخليته حرش شوية مني تحنتو وهنا الكمياء الأكبر ديال الكوكاو اللي محمرته هو في الفرن ومطحون مزيان حتى ولا على شكل عاجينة ما كنخليوش تطحن حتى كيو اللي تكي يطلق الزيت يعني غيكي تعجل لنا صافي وكنحبسو نغل ستعمل ملعقتين ديال مرباء الحليب يعني نسليل اللي كنكونو الحليب المركز المحلاء اللي كيكون طيبنا على شكل كرامل هذا كيبقى اختياري يعني ممكن هما هاد المدقة تبجوش كيتمشاوا مع بعضهم ولكن ممكن تعويضهم بالعسل هنا عندي غل ناخد ملعقتين ديال زبدة الكوكاو يعني غيكيو كاو كنطحنو كنطحنو مزيان كنحمرو في الفران وكنطحنو مزيان انا هاد تقريبا عندي هنيا ميتين وخمسين جرام طحنها مزيان وضفت لها ملعقة ديال العسل وكنقاون دهنو بها الخبز وممكن نضيفوها حتى الوصفات ديالنا طفيك ان نخلطو هاد العجين مزيان هاد العقدة ديال الكوكاو الى ما تجمعتش ليكم نورمال مو هادك الزبدة اللي كنضيفو ديال الكوكاو هي كتجمع لينا والكعامل اللي دفنا حتى هو كي جمع لينا الى ما تجمعتش ليكم تقدرو تضيفو ماء الزهر طفيها هيدا بصبحات وجدة نفس الشاي احته هي غدا نعبر هاد العقدة هادية غدا نعبر فيها عشرة غرام باش يجيوني القنينتات متساوين مع البريوات الريال بناتش كلي كتفضل البريوات ديال الكوكاو على البريوات ديال اللوز في الماداق هما ما كتجيش نفس الماداق ديال الكوكاو كيجيو مرملين وديال اللوز كيجيو معلقين لانا فيهم المسكار الحرار المسكار الحرار كتزيد تعلق وحتى ذاك الزبيب اللي كان ضيفوه الزبيبي لما بغيتوش تضيفوه بالنسبة البريوات ديال اللوز قدرو تعاوضوه بالعسل طفي دابا بعد ما كملت الكمية ديالي كاملة مشي تجيبت الورقة قطعتها البريوات قطعتوها هكدا على شكل طولي ولكن ممكن تقطعوه تعال شكل متلت انا هاد البريوات هادو كان ادهنت الورقة الورقة ادهنتها بخاليط ما بين زيت اللوز وزيت ارغان غير شي شوية محتاجيش بزاف لانا فاش تحمرو تلقو شوية ديال الزيت وتحمرو في الفران يعني محتاجوش كمية كتيرة ديال اللوز ديال الزيت عفون طفي كيف ما كتلاحظو معنا كنت نتنيوهم هكدا على شكل متلت وانا كيعجبوني ما كيعجبوني شي يكونو يعني واقفين كان بغي يكونو جناب عامرين كان بغيش يكون الحشوة في الوسط والجناب خاوين يعني الجناب كيبقاو خاوين وكيبقاو وابعت المرات قدروا تحرقو مع غي طيبو في الفران صافي كنتبتهم هنا بخاليط ديال الماء ودقيق البريوات ديال الفرن جربت انا بانا كنخليهم مثلا نحتل لغد ومالي كان طيبوهم في ذاك الوقيتة ماشي ضروري يعني نقدروا نخليهم ارتاحوا غير نصف ساعة غير لما نكملوا الكمية ديالنا كاملة وكان بدون طيبو فيهم ولما كانش الوقت راك نخليهم احتل كان بيتهم ليلة كاملة وما ما كيتحلوش في الفرن يعني ماشي مشكيل ماشي ضروري انا نخليهم يبادوا صافي غنستمر بنفس الطريقة حتى غنكمل الكمية ديالي كاملة وغندوز باش ننوجد القنينتات بسم الله دابا غدا نبدو في الحشوة الثانية نحضرو القنينتات قطعت الورقة على اربعة خرجت لي اربعة ديال المثلتات غنمشي دابا نجيب العقدة ديال الكوكاو غنوضعها في الواسط كيف ما كتلاحظو معي كنحاولو نزيرو مزيان ما نرخفوه مش باش يجيو القنينتات جامعين راسهم صافي كنقطعو هاد الزائد باش مدينيش الورقة كتيرة وكنسد بشوية ديال الخليط ديال الدقيق والماء مكا نجيو في نكملو يعني الكيميالي كتكون عدنا كاملين حتى كيقبتو فراسهم وكيلسقو من بعد ما كملت الكميال ديال البريوات والقنينتات في وجدو والسيقاغ ده بغض ان تكون تخمت الفران على مية وخمسين درجة وندخله متحمروا من بعد ما تحمروا ليام مباشرة وضعتهم في زيت بارد عفوا ان عسل بارد هنا استعملت زوج كيلو ديال العسل الحر كيكون بارد وثقيل صافي بيتهم بالحق انتو ما كف ما كتشوفو الضوء ديال النهار بيتهم ليلة كاملة في العسل احتشربو مزيان البريوات ضروري كيف ما اختاروا النوع اللي بغيتو ما تحضروش كمية كتير احضروه كمية قليلة وبيتهم ليلة كاملة في العسل لانا كيجوا معسلين من الداخل وما يمكنش ما يمكنش ينشفوه من العسل يعني بالتجريب ولا بغيتو يبقى وليكم كيف ما حضرتوه من نهار للول ممكن توضعوهم في الكونجيلاتور انا ما غديش نوضعوهم في الكونجيلاتور نخليو مياه لبرة لانا معسلين مزيان مكيشوربوش مكينشفوش ليه بالمرة وكيبقوا مقرمشين هنا غيبش نوريكم الطريقة ديال التزيين اما رخصتنا حتي يقطرهم زيان انا دا بوضعتهم هنا يقطرهم زيان عادة باش ان شاء الله غنشرع في تزيين ديالهم وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات القليلات اتمنى ان شاء الله تجربوهم هالطريقة ويعجبوكم ويلا كنت كتعجبكم يعني الحشوات تكون شوية حرشا لما كاش كتعجبكم تقدرو يعني تستعملو العقدة اللي معروفة اللي هي اللوز اللي كيكون العقدة ديال اللوز اللي كنعمرو بها الكعب لغزل هادي كتبقى مسألة اختيارية مهادو للتغيير شوية انا بغيتو تغيرو شوية ونتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم الى عجبكم كيف العادة ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتشتركوا الوصفة مع الاحباب والاصحاب والى وصفة جديدة ان شاء الله استوضعكم الله الذي لا تضيع وداعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة